الكلمة الآن لدولة الأخ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أعرب نيابة عن العراق وشعبه عن التقدير العالي للأشقاء والأصدقاء الذين تواجدوا هنا للمشاركة ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية وأشكر أخي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والمملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها المضيافة وشعبها الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وجودة تنظيم هذا المؤتمر نجتمع اليوم في عمان والأمل يحدونا بالمضي نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلف المجالات وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق وإرساء قواعد الاستقرار والرخاء والتنمية في المنطقة ويفتح المجال واسعاً أمام سبل الحوار والنقاش لتبادل الآراء وتعميق المفاهيم إذ أن فكرة تأسيس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينه وبين دول الجوار الجغرافي والأقليمي إضافة إلى الدول الصديقة تتبنى حكومتنا نهجاً منفتحاً يهدف لبناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشترك بما في ذلك إنشاء المشاريع الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الأقليمي ونرى أن الأولوية الآن تكمن في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولنا من خلال الترابط في البنى التحتية والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تعزز وتقوي روابط الأخوة والصداقة بين دولنا وشعوبنا إننا نسعى للعمل معاً للتحول إلى دول مصنعة من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة تستفيد من نقاط القوة والمنافسة لكل دولة وتعزز من قدرتنا الصناعية المشتركة وتربط سلاسل القيمة المضافة لكل منا ضمن سلسلة متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وإطلاق المشاريع العملاقة في شتى القطاعات كالنفط والغاز والزراعة والصحة والتعليم والسياحة ومن الضروري أيضاً التركيز على قطاع الخدمات وتطويره واعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد في دولنا ومنطقتنا بالإضافة إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال تنمية القطاع الخاص المنتج وتحسين ظروف العمل فيه وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين وعلى الصعيد الداخلي فإننا وضعنا مكافحة الفساد المالي والإداري في صلب أولوياتنا وقد بدأنا عملياً حملة مكافحة الفساد بدءاً من أعلى المستويات ونطلب من الدول الشقيقة والصديق مساعدتنا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محل إقامة له وتعمل حكومتنا بجد على تحسين البيئة الاستثمارية في العراق من حيث التشريعات والإجراءات والضمانات لتمكين المستثمرين من دخول أسواقنا والإفادة من الفرص الكبيرة فيها إن البيئة الاستثمارية الملائمة بحاجة إلى استتباب الأمن وقد حققنا الاستقرار الأمني في العراق بعد الانتصارات الكبيرة على فلول الإرهاب والجماعات التكفيرية ولا يفوتني هنا أن أقف إجلالاً للدماء الزكية والتضحيات التي بدلتها قواتنا المسلحة بصنوفها كافة دفاعاً عن النفس والمنطقة والعالم وأن أشكر كل من وقف معنا حتى تحقق نصرنا الكبير ولا بد لنا جميعاً من مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكر المتطرف بجميع أشكاله ووضع آليات وبرامج حقيقية لفضح النوايا الخبيثة للإرهابيين الذين يجندون الشباب بأفكارهم الهدامة المدمرة لشعوبنا ودولنا ومنطقتنا والعالم أجمع فالإرهاب لا يقف عند حد إخواني وأخواتي وأصدقائي إن العراق يواجه تهديداً وجودياً بسبب شح المياه وإننا عازمون على العمل الجاد مع جيراننا في الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بضمان أمننا المائي والتوصل إلى أفضل السبل للإدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود ووصول حصتنا المائية وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية وبما يساعد على دعم التعاون وتحقيق التنمية والاستقرار بالتوازي مع ذلك فإننا بدأنا بأخذ الخطوات العملية لتعزيز استخدام أنظمة الرئي الحديثة وإيقاف هدر المياه في الخزن والزراعة أننا نعتبر التلوث البيئي في الهواء والمياه والتربة من أهم المخاطر على مستقبل شعبنا خصوصاً في المناطق الجنوبية وقد بدأنا العمل الجاد لمعالجة حرق الغاز المصاحف في الحقول النفطية وندعو الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال لأجل تحويل استخدام هذا المصدر المهم للطاقة لأغراب توليد الكهرباء سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في استعمال الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط ولتقليل انبعاث الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري أعزائي نرى أن سلسلة المؤتمرات هذه هي بمثابة نافذة معززة لجهود توسيع التعاون الإقليمي ومن هذا المنطلق ولرغبة العراق بالوصول إلى أقصى درجات التفاهم والتنسيق حول دعم عجلة التطوير والتنمية في المنطقة وإقامة أفضل الروابط والصلاة مع دولها نؤكد أن العراق متمسك ببناء علاقات تعاون وثيقة ومتوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين وينآ بنفسه عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد وينشد سياسة التهديئة وخفض التوترات وفي ذات الوقت يرفض التدخل بشؤونه الداخلية ومس سيادته أو الاعتداء على أراضيه ولا يمكن اعتماد مبدأ القوة في مساعي حل الخلاف أو الاختلاف ولا نسمح باستخدام هذا المبدأ ضد العراق بنفس الوقت لا نقبل أن ينطلق أي تهديد من العراق ضد أي دولة من دول الجوار أو المنطقة واجبنا أن نعتمد الحوار والتفاهم لحل مشاكلنا ونبني على ما يجمعنا لفتح الآفاق نحو إقامة الشراكات الإقليمية الشاملة وتعظيم الاعتمادية بين دولنا التي تسهم في تعزيز أخوتنا المستندة إلى عوامل التاريخ والجغرافية والثقافة وتؤسس للاستقرار والازدهار في المنطقة لذلك يسعى العراق لأن يكون راعيا للتواصل والتحاور كسبيل أساس لحل الخلافات ونشكر الحضور على دعمهم لجهود العراق في هذا المجال بهدف تهديئة الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وعززت من جهوده الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمات في المنطقة ختاما نجدد التأكيد على الأهمية التي نوليها لمؤتمرنا هذا للخروج بالنتائج المرجوة التي تعزز الفرص والتطلعات نحو التعميق أواصر العمل الإقليمي والدولي المشترك وصولا إلى تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في منطقتنا والمضي قدما بتنشيط آليات التعاون والشراكة بين دولنا وشعوبنا وتعميقها وتعزيزها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته